أضافت ليبيا خيبة أمل جديدة لكرة القدم الجزائرية من بوابة نهائية منافسة كأس العالم بتركيا لكرة القدم المصغرة وأقصت ليبيا جارتها الجزائر من الدور ربع النهائي لنهائية منافسة كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقامة فعاليتها بدولة تركيا حاليا واكتسح المنتخب الليبي منافسه المنتخب الوطني الجزائري بنتيجة خمسة أهداف نظيفة ليقصيه من منضيال كرة القدم المصغرة ويبلغ محطة المربع الدهبي وسجل لمنتخب ليبيا في شباك كتيبة الخضر كل من لقمان الأحرش صاحب الثنائية ومحمد قشروط ومواطنه أيوب العكروت ومحمد حركات وكان المنتخب الجزائري قد خسر بنتيجة عريضة أيضا عندما واجه نظيره الروسي في دور المجموعات وانحار في نهاية المطاف بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد وضمنت الجزائر بطاقة العبور إلى الدور الثاني رغم خسارتها القاسية أمام منتخب روسيا في مجموعة ضمت منتخب قطر وسويسرا أيضا وتضاف خيبة كتيبة محارب الصحراء في كرة القدم المصغرة إلى الخيبات التي شهدتها كرة القدم الجزائرية في ضرف عامين وكان فشل المدرب أرزق رمان في انتزاع بطاقة المشاركة في منضيال الناشئين بعد الإقصاء من ربع نهائي كان أقل من سبعة عشر عاما على يد المغرب آخر خيبة للمنتخبات الجزائرية ومواصلة للحديث عن المنافسات القارية بالجزائر كان رفاق المهاجم محيوس قد فشل مطلع السنة الحالية في إبقاء لقب الشان على أرضهم بعدما فرطوا في التاج لصالح المنتخب الصينغالي ترجمة نانسي قنقر